اتخال معي عزيزي ان مبارح كان فيه اتنين كلاسكو كلاسكو الارض اللي بتفرج عليه نصف مليار على الاقل وكلاسكو الدفاع عن الارض اللي بتفرج عليه يوميا اكتر من اتنين مليار مسلم في الوقت اللي علابة بن الورمة بيصنع هدف جندجان الاول وباحتفال جمهور برشلونة كان ابو عبيدة بيسجل اهدافه في نسوان الاحتلال اللي رفضت ان هي تتشافع وتتسمع وكنت اتمنى ان هم يزعوها زع يا اخي وكتب بلاس 18 وهاتو عصام الشوالي يعلق عليها ويقول اي كظيفة جاءت يا نتنياه ومن اين لك بهذا السمود يا ابو عبيدة اطاع عليك الكهرباء اطاع عليك الانترنت اطاع عليك الاتصال اطاع عليك المية اطاع عليك الوقود اطاع عليك كل حاجة عشان ما حدش يشوف جرائمهم اللي انت خلتها يا ابو عبيدة قلبت بفضائح عليهم في الوقت اللي جابي مسك فيه تونو كروس ومحترمش حتى فرق السن اللي ما بينهم ومش مسك كده ده مديع كمان على بلنجهام اي انطلاقات في الشوط الاول وفيرمان لوبيس بيقولك مفيش حد هيطلع بالكورة نتفرج على اي كظيفة لريال مزيد في الشوط الاولاني مفيش اي تزديدة مفيش اي هجمة مفيش وتحس كمان ان شاوميني مصاب اصاده الناحية التانية جندجان بعد ما جاب الهدف الاولاني عايز اتنين عكاس علشان يتمشى في نص الملعب اما بالفيردي فانا مش شايفه خالص في نفس الوقت يا مؤمن في راجل واحد من المقاومة فشخ دبابة فيها 12 عرة بصاروخ محل الصنح وطبعا احنا عارفين ان كلاسكو الارض في استراحة ما بين الشوطين اما كلاسكو الدفاع عن الارض بقيادة فخر العرب ابو عبيدة لا في راحة ولا بالراحة وفي الوقت اللي انت بتتفرج فيه على تحليل الشوط الاول على البين سبورت قرر ابو عبيدة انه يلعب بابجي مع نسوان الاحتلال وقال لهم اي شبه راجل هيقرب من غزة بري عنده اربع خيارات يختار واحدة منه يا اما هيموت اتيل او يوعى اسير او ان شاء الله يصاب باعاقة مستديمة او يعود على بطنه بمرض نفسي الى الابد امتدى بقى الشوط التاني من كلاسكو الارض بعد تفوق واضح لبرشلونة في شوطها الاول وحيرة شديدة عندي فينيسي الجينيور الراجل لا اراخه راجل محترم مش عارف يتخانق مع الباكرايت زي كل مرة طلع وامتخانق مع تشافي وعمال يزعى مع تشافي مع ان تشافي من اول الناس اللي تضموا معك السنة اللي فاتت مع قضيتك ضد التنمر عليك وهبالك والعنصرية عليك ومازالت شافي بيحبك كمان الراجل اسمه ريدريجو قاعد طول المضارة بيدور على شبيه هابو فولة انا عايز افتح قناة وغبالك واسميها شبيه هابو فولة على اليوتيوب وهكسب كتير قوي بدل الواجع القلب والجري عمال على بطال على كورة وقلام ده كله اما الناحية اليمين انهاردة لما تلاقي الوادي الاسمه كرفخال اللي يعتبر كام من احسن اللعيبة في اللقاء الراجل قدر انه يحجم بلدي وقدر انه يحجم جواو فليكس وفي لحظة ما كده ادرك انشيلوت الرعاة الرسمي لليبانشك لسنانيا في اسبانيا قالك ايه ده هو تشابي بيلعب مين ناحية اليمين هو مش مفروض نوا بيلعب لا مين يا مال مين جواو كانسيلو ده ده انا منزل مندي مخصوص علشان عنده ادوار دفعية فقط لا بيعرف يخرج بالقورة ولا هيعرف يسانة فينيسي الجينيور ولا هيعرف يعمل اي حاجة يوقف انطلاقات ومراوغات ومهارات لا مين يا مال منزل جواو كانسيلو فجأة كده تلاقي الراجل اسمه انشلوت في الديئة 52 ابتدى يصحصح طلع الراجل اسمه مندي اللي ان شاء الله هو وقلبه كده ياخدولهم خمس ست شهوري وحشونة وما نشوفهمش تاني يعني وعم منزل كمافينجا لاعب زي كمافينجا بيقدر يخرج بالقورة كويس بيعرف يقطع الكورة كويس يعرف يتبادل ادوار الهجومية بينه وبين فينيسي الجينيور يخلي واحد زي فينيسي الجينيور يهرب شوية من جيب اراخه ويخش شوية في العم هو الراجل اسمه شبيه ابو فولة ده وتهب بالك وعم بعدها في ديئة ستين اما طلع توني كروس اللي طلع عين امنا امبارح وقبالك في اول ستين ديئة اللي هو العيب وقبالك تحس النهاردة ان هو عانى معاناة كبيرة امام جاف وعم منزل لوكا مودريش بقى معانا واحد بيعرف يخرج بالكورة كويس ومعانا التاني بيعرف يحافظ على الكورة كويس واحد زي لوكا مودريش وقبالك من القلائل ان الكورة تتقطع منه وعم طلع رودريجو وعم منزل خوسيليو والتغيير ده ما حسناش بقوي غير تكتيكيا تلاقي ان واحد زي خوسيليو بيتحرك انشط من روكليجو وبيحاول يسحب اللعيبة بتاعة المدافعين بتاعة برشلونة وكل حاج ولكن بعد ما نزل لوكا مودريش وكمافينجا تغير شكل ريال مادريد تماما وتلاقي قظيفة في الديئة 63 من جود بلينجهام علشان يسجل هدف لأجمل ولا أروع ولا أمتع وتلاقي بعد الديئة 63 الفرقتين اتفقوا على الهدنة خلاص يا جماعة احنا راضيين بالتعادل فتلاقي تشافي يقولك لو انت راضيين انا مش راضي انا هطلع جواو كانسل وجواو فيليكس وهبالك والوادي اللي اسمه لوبيز وتوريس وهنزل رافينيا اللي لسه راجع من اصابة وهنزل الجاسوس لفندوسكي تحس النمبرح لفندوسكي كان جاسوس لريال مادريد الراجل اللي قادر يلمس كورة والقادر يخرج كورة والقادر يعمل اي حاج وهنزل لامين يا مالي ولكن مش ناحية اليمين هنزله ناحية الشمال علشان رافينيا مش قادر ما بيعرفش يلعب ناحية اليمين وهبالك وهطلع الوادي اللي اسمه لوبيز وهنزل روميو يدور على جولييت وتحس ان فريق برسلونة انهج بدنيا خالص وهبالك من اول اديها سبعين وتحس ان بينك وبنفسك ان الفريق اكتفى نوعا ما بالتعادل ولكن فضل ريال مادريد ينخرب 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 لحد تقريبا اديها تلاتة وتسعين او اديها اربعة وتسعين علشان جود بلنجهام الكرة تقلش من رجل لوكا مودريتش وتوصل لجود بلنجهام وانا معرفش واخد وضعاتي التزديد ازاي هل انت مخاوي انا مش فاهم علشان يسجل الهدف التاني ويعمل رومونتادة جميلة في الكلاسكو ويقول لجمهور ريال مادريد انه ماشي على نفس الخطأ بتاع كريسان رونالدو في اول 13 مباراة لكريسان رونالدو بيسجل 13 هدف وبيصنع هدفين اما بالنجهام في اول 13 مباراة بيسجل 13 هدف وبيصنع 3 اهداف وكمان اول لاعب يظهر في الكلاسكو وعبالك يسجل هدفين منذ 1947 اخيرا حبيب اقول لكل واحد صابوا الاحباط والاكتئاب زي ادعي لهم وادعمهم وتفرج على تصرحات ابو عبيدة اللي هترفع من روحنا المعنوية بسم الله ما شاء الله اي نعم سقط مننا اكتر من 8000 شهيد وبعبيدة سقط منهم اكتر من 2000 وست الاف جريح والراجل كمان ضمر البورصة بتاعتهم بنسبة 7% انخفضت وخسروا اكتر من 30 مليار دولار خلي بالك البورصة بتاعتهم اكتر من 30 مليار دولار واكتر من 30% فقدت العملة بتاعتهم اللي اسمها شيكل اللي لا تتحرق عليهم وعلى جماغهم فقدت قيمتها في خسائر كتير جدا وعمالين يسربوا في الميديا وكل يوم المخزون عمالي قل من الاسلحة بتاعتهم بيحاولوا يحربوا 35 ألف جندي تقريبا من المقاومة ويجيبوا 350 ألف عرّة من بره انتداب غير 300 ألف اللي عندهم طيران وهبالك جو وبحر وهبالك وبر وكل حاجة وفي الآخر مش قادرين ان هم يعملوا حاجة مع المقاومة وانا اتمنى ان الناس كلها تتفرج على تصرحات ابو عبيدة سبب من الاسباب اللي خلت الواحد عنده بوزدف انرجي كده طاقة ايجابية وحسيت ان الواحد معنوياته حلوة وليه ما نطلعش فيديو وليه ما نطلعش نتكلم وليه بقى هنفضل قاعدين حبسين نفسنا في اكتئاب وحبسين نفسنا عمالين نعاية وعمالين نتابع كل الأخبار ومش عارت ايه وبتاع وعمالين يجعلهم من الشاب عربي شاب محطم كل اللي انا اتمنى ان جميع الحكام يتحدوا مع بعض ويشوفوا حل على الأقل زي ما الراجل ابو عبيدة قال على الأقل ياخي لا عايزك تحارب ولا عايزك تدعم ولا عايزك تدعي ولا عايزك تعمل اي حاجة حاولوا على الأقل يعني حاجات كتب تعملها الستات في الحروب حاولوا على الأقل انكوا تدخلوا المعونات لاخوتنا دخلوا الوقود ودخلوا المية ودخلوا الأكل ودخلوا الشرب ودخلوا المعدات الطبية وحاولوا على الأقل تعملوا موقف ايجابي واقفوا كل النشاطات مع هذا الكيان واطردوا سافرهم من بلدنا العربية واقفوا تصدير النفط ليهم الدول الخليجية اللي تمتلك النفط اللي تلعب تصريح وقالوا احنا مش هنستخدم النفط كأسطوب حرب استخدموا يا سيد استخدموا وطعموا وحسسونا ان انت بتعملوا حاجة لأهلنا في غزة وما تحسسوناش ان انتوا خايفين كحكام عرب على أماكنكم ومش خايفين من ربنا سبحانه وتعالى يوم ما يحسبكم